لأنكم نفهمك شيئا، لو كان شيف والد سادي بالمعلومة تطالب بالأموال خطأة، ستعرض للتقليب وكانت الفابحة للتقليب، وتقول لهم مشكلة بالماضي لم يطالب بأمواله هنا ما نفهم سامير بادي أخويا؟ أن المشكل المشكلة مختصر في كيفية حصل الأموال وكيف هي الأموال التي تحصل عليها؟ لكي نفهم لأموال مالي بحيد، هل نخاطرك كيفية العمل؟ لا يا إبراهيم، لا 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 أدافع لها بالماضي، لا 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 لا، أخبرني أن نكون بالماضي، أنا للأمر لا 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 أخبرك consultant الأبراهيم، أنه لحد الآن الناس القيل والقال يأتي بتحدثونهم كلام تروس باربخ، لأنني أخصصها لأنه لازال لم أرى شيئا رسمية على موقع الاتحادية بأنه لنصرهم، استقالت او استقالت بالماضي او فسخ العقد بالتراضي مع التعويضات منقول لك شوف بالماضي راح بالماضي اليحد الان متواجد في الجزائر ومازالوا مع المنتخب الجزائري وممكن جدا انه يسافر اذا ما كانش فيه قرارات تخرج يعني في ساعة هذه الاخيرة تعنا لرانديرو في الحصة يسافر غدوة ان شاء الله الى قطر ويخلي الحلم غامضة كما راح سنك لادات فيفا سامر سنك لادات فيفا هو راو في راسوب اللي ما زال منتخب الجزائري لا لا ما كاش مشكل شوف اشمع من جهة برايم يقول لك تعايش اصبحت مستحيل لا 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 شوف نقطة مهمة اللي راهم يتبه ويعرف باللي تعايش بين جمل بالماضي والاتحادية خلاص برشكو عليه ليش الحاجة اللولانية يكلا راديوتا ارامسي هذي خرجت المعلومة انه جمل بالماضي استقل وقال لعبين شكون سر بالمعلومة كاي اللاعبين مدوها الارامسي ومبعد زيت حنا كانت عندنا معلومة بعد مباراة مباراة بعد هين الكلامات حبس دقيقة باش يخرج قائد الفريق في المعطار ويقول لك يورا نوفو كوتش نوفو انتنر يدي نوفو جوار ايه جماعة ميش لعب دوك لازم تقرأ نقول لك انه اصرار على بنا بها شوف الحقيقة حتى محرز لمح الى الاعتزال عندما قال سيأتون لعبين نفرحوكم اه يفرحوكم هذا دليل انه لن يكون معني وعلى انسى قلت بالناخب الوطني اللي جديد يقدر ما يعيش لعنده نوفو بروجي يقدر ما يعيش لحرز هه مح قدم لكم هذا البرنامج برعاية جالفون قدم لكم هذا البرنامج برعاية شيري قدم لكم هذا البرنامج برعاية بلعطة قدم لكم هذا البرنامج برعاية لوكس قدم لكم هذا البرنامج برعاية كادياس يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي يقدم لكم هذا البرنامج برعاية تيكنو نورم زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر